هلا بكم شبابا كيف الحوال معكم السابق اليوم بسم انبوكسنج سريع على دي جي اي اوزمو بوكت هذي عبارة عن كاميرا مصغرة تشيلها في يدك وفيها شاشة وفيها كاميرا 4K تصور 60 فريم في الثانية يعني انصدمت لما شفت المواصفات اللي داخل هاي الكاميرا بحجم ما يكبر عن حجم يدك طبعا واحد من الوادم يقارنون هاي الكاميرا بالجو برو لكن الجو برو خلينا نقول كاميرات مختلفة كلش عن هاي الكاميرات الجو برو اكثر حق الاكشن فيلمينج تكون مقاومة للصدمات مقاومة للماء حق يعني اشيه سكيت بوردينج حق البايكينج حق الهوايات اللي فيها خشونة وفيها حركة وايد هذي اكثر انا اقول حق الفلوغينج وانا بغيت كاميرا حق الفلوغينج طبعا عندي الكاميرا الاساسية الباناسونيك جي اي اتش فور ووضوح ما عليه كلام لكن الكاميرا طبعا بتكون عودة لو بباشيلها معاي كل مكان داخل مجمعات قبل كنتسوي الفلوغينج وايد كنت ديش في المجمعات كنت استخدم الجو برو حزاتها لانا ما كان فيه شي نفس هاي الشي دي فحين انا بستخدم هاي الكاميرا حق الفلوغينج ان شاء الله من اليوم هو رايح نبتدي ويل انبوكسنج كاميرا بنزينها من نهاية 2018 بس يعني انا توني بشريتها ماري ليش شفت اواد وما يدتكلمون عن الكاميرا بس حزاتها ما فكرت ما استوعبت الشي ان كاميرا بهالحجم فيها جيمبل وبنرويكم شنو الجيمبل اااا يعني ما استوعبت هاي الشي احين طالت الكاميرا مرهان يقول ابي هاي الشي فيها اكثر من ورقة داخل واحنا منهم تقول لك روح على الموقع عشان تحصل معلمات اضافية ضمان حق الاوزمو اعتقد القو برو تقطة انا بذكر كنت قطة القو برو وكان يطيح تحفل ما كل شي عادي وكي بس ااااا هذي كلش لا ما يحتمل الصدمات يعني لاتجرب حتى خلا نشوف لك السورات اللي موجودة لاخل البوكس والجهاز نفس اويش عندنا الغطاء حق الدي جي اي اوزمو بوكت ااااا اااا ممتاز هاي الشي صراحة واااا اهما دي جي اي لاحطت مع الاوزمو بوكت ووايد اكسسوارات قاع بيعون يعني واايد اشي حسيت مفروض تكون موجودة معاااااااااااة للاسف قاع بيعونها بس علقها للكافر اللي موجود في يدي هني ما باعوا عليك مشمول مع الجهاز والكسورات موجودة داخله اوش عندنا الكتيبات حق التعليمات الأوزمو بوكت انا ما بقراهم يا بتشوف فيديوهات هونلاين يا بروح على موقعهم بس ما بقرا هاي الاشي بعد عندنا هاي الشاي اللي بيثبت مع الكيس عشان اذا الكيس طح من يدك ما يطيح حال الارض عندنا هني سلك يو اس بي سي عشان تشحن الجهاز الحمد لله حين الجهازة اليديدة كله او اس بي سي انا احلى شي عندي احلى تكنولوجيا صارت في الدنيا احلى من اي جرافيكس كارد احلى من اي معالج يو اس بي سي غير اليو اس بي العادي يو اس بي سي لان بتنقل معلوماتك من خلاله بسرعة عالية يشحن بسرعة عالية يشحن لابتوب او اجهزة من تلفونات الى لابتوبات الى هاي الشاي كلهم يستخدمون اليو اس بي سي يمكن اكثر شي يستانس عليه في الدنيا لما الجهاز يكون فيه او اس بي سي بعدين عندنا هالقطعتين هاي القطعتين تركبهم على الدي جي اي اوزمو بشكل مباشر يا عشان توصل الجهاز بالاندرويد او توصله بالاي او اس من خلال وصلة اللايتنينج وبعدين تصير في مزايا اكثر داخل الكاميرا اعدادات اكثر تقدر تحكم فيها اوبشنز اكثر وايد اشي اكثر وطبعا شاشة وايد اكبر لان الشاشة اللي موجودة عليه صغيرة ننتقل احين للدي جي اي اوزمو بوكت صراحة ما توقعت فيه وزن شدي ترى فيه وزن تحس كأنه فيه وزن يعني لكن حجمه وايد صغير يعني كاميرا 4K بهاي الحجم لو تقول قبل شمسينة قلت لي وصابي بنزلون كاميرا 4K بهاي الحجم ما بساطقك لانا على ايامها لما خذيت الجي اتش فور اللي قع اصور الفيديو فيها حين وكان فيها 4K 30 كان شي يعني ما في نفسه في السوق ان كاميرا بهالوضوح هالكثر البتريت فيها وكل المزايل اللي فيها وحجم الكاميرا كان بس هالكبر حين وصلنا لهالحجم دي وهذه يصور بعد 60 فريم 100 ميجابر فيه شاشة صغيرة كلش ورا الجهاز ولما بتصور فيه يعني جزء من الصورة من يمين ويسار ما بيبين على الشاشة طبعا ليش لانا لو سواوا الشاشة اعرض طبعا الجهاز كامل بيكون امتن او لو قصوا من فوقه تحت الشاشة الشاشة بتصير وايد صغيرة خاصة ان هاي فيها تاتش كنترول تحكم باللمس اعتقد يعني الشيء الوحيد اللي قدروا يسوونه ان يخلوهن شاشة مربعة وايد ووايدم يشتكون ان الجهاز وايد صغير في اليد انا حس اوكي بس طبعا ما استخدمت الجهاز لحد الان انا بس ان احس حجمه اوكي بالعكس افضل جهازها صغير لان اذا اكبر من تشدي باخذ كامرتي بخلاص فمن ورا عندنا زرار زر عشان يغير المود وزر عشان تبدي التسجيل وطبعا فيه تاتش سكرين وعندنا بعد مكان عشان اتركب القطع اللي قتلكم ياللايتنينج ياليو اس بي سي وتواصله مع التلفون بعدين عندنا منفذ حق المايكرو اس دي ومنتحت عندنا منفذ اليو اس بي سي للأسف ما في مكان عشان تركب ذي الجهاز على ترايبور لانه واحدة من المميزات الحلوة اللي موجودة في هاي الكاميرا دي انه تقدر تصوي تايم لابس معناته تاخذ فيديو على وقت مطول وتخلي في فيديو اكثر فتشوف الحركة تكون سريعة وغير تشدي بعاد مع التايم لابس تقدر تصوي موشن تايم لابس معناته الكاميرا تتحرك لانه هاي الجنبل دي فوق يتحرك بتتحرك الكاميرا وتعطيك يعني خلي نقول جو كلش غير عن الكاميرات العادية طبعا فيه وايد انواع حق منع الهتزاس في التصوير عندنا الاوبتكل اللي داخل العدسة عندنا السنسر اللي السنسر نفسه يتحرك وهي تشوفون في التليفونات قليك ان العدسة فيها او يقول لك او ديجيتال او الكترونيك اللي يكون ما لخص بالعدسة او بالسنسر يكون خلي نقول نفس الجوبرو يقوم ياخذ الفيديو كامل يقص من الفيديو ويحاول اني يثبت الصورة الجوبرو بعد مانع الهتزاس عليه ممتاز لكن أحسن مانع اهتزاز دائما يكون في القيمبل القيمبل إلكترونيا يحاول يمنع الاهتزاز ويعطيك يعني خلي نقول شعور غير في الفيديو كلش غير شكله نسبيا إلى أنواع الثاني من مانع الاهتزاز وغير شي دي بعد مع القيمبل تقدر تصور مثلا تصورها بهذه الطريقة أن تحركها من يمين ليسار أو من تحت ليفوق وتسوي حركات عجيبة خاصة إذا وصلت دي بالتلفون تقدر تتحكم بالحركات بشكل حلو في هالفيديو دي ما براويكم شلون التصوير على هالكاميرا ووضوحها وكل هالأشي لأنها هي بس انبوكسنج سريع لكن إن شاء الله بصور لكم فيلوغ قريبا على هذي الجهاز وبتشوفون جودة التصوير عليه والعكس وايد مستانس إن شاريت هالجهاز أبا جاربا